السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة قراءة فنجان وطاروت موليد برج الجوزاء بإذن الله للأسبوع الأخير من شهر يناير لعام 2022 بس هم يبدأ الفيديو لو أنت قد يدين معنا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك التواقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك والحجز اقراءة خاصة هتلاقي رقم الواطس محتوى قدامك على الشاشة كما أنك هتلاقيه فيه صندوق الواصل نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ملك الكؤوس ملكة العصى البرج برج الجوزاء ظاهر هنا أن هناك نزاع في صعيد حياتكم العاطفية بينكم وبين الشريك قد ينتهي هذا النزاع بأن أحد الأطراف إما أنت أو أنت مشريك حياتكم حد منكم هيترك المنزل في الأسبوع الأخير من شهر يناهير وبنسبة كبيرة بتكون المرأة في هذا الخلاف أكثر عنفا مع الرجل خمس سيوف سيفان الناسك الشخص اللي بيرتعد أو بيترك المنزل بيذهب إلى مكان حيث لا يعرف الطرف الآخر أين هو وفي أثناء بعده أو نعزاله عن الطرف التالي بيشعر بالكثير من الحيرة كما أنه بيستعد لإتخاذ قرارات هامة في مستقبل العلاقة أو في الأوقات القادمة في هذه العلاقة تسع عصيات القمر أربع سيوف كأنك يا مولود برج الجوزاء بتحظى بالسلام بالإضافة لأنك بتظهر في أجمل صورة أمام الطرف الآخر وبيتقدم ليك الطرف الآخر في يوم واحد في الشهر يوم واحد فبراير باعتزار عن الإساءة أو عن الخطأ اللي ارتكبوا في حقك عشر عملات ملكة العملات فتى على عملات أما لو نتكلم عن صائد حياتك المهنية في هذا الأسبوع يا مولود برج الجوزاء فهناك تطورات مالية كبيرة بتحدث ليك بسبب العلاقة العاطفية مش المهنية ليتلا مالية يقصد بيحصد تطورات مالية ليك بسبب العلاقة العاطفية كأنك يا مولود برج الجوزاء بتحصل على مبلغ كبير جدا يساوي عشر عملات اللي هو المبلغ اللي كان عليه النزاح بينك وبين الشريك بتحصل عليه كامل كنوع من أنواع الأتذار اللي بيقدمها لك الشريك عن الإساءة اللي حدثت منه في هذه البطرة قاس العصى ست سيوف وطمن عصيان يعني هناك تحقيق لعدة أهداف من أهدافك وعدة نجاحات من نجاحاتك بشكل كبير اللي بدوره بيخليك تفضل أنك أنت هتبتعد عن الأشخاص اللي في بينك بينهم النزاعات يعني شريك حياتك لو استمر في النزاعات في المستقبل أنت خلاص يمر من الجوزاء اتخذت قرار الإبتعاد إن حدث مثل ما حدث مرة أخرى من قبل الشريك الباب الرابع في أبواب الفرعية والسادس في الأبواب العامة بيدل على إنك تمكنت حتى الآن من حصول على مبالغ مالية جيدة وكبيرة نوعا ما هتؤمن أوضاع أطفالك يعني الأموال اللي حصل عليها برج الجوزاء هيتم وضعها في حساب بنكي باسم الأطفال أو باسم أولادكم وهتؤمن لهم أوضاعهم لدرجة كبيرة رسائل أوركان كسر ليفتح فضح وكشف قوة الهدف على ما يبدو أنك في هذا الأسبوع سيتم الكشف عن نوايا شريك حياتك وإظهار أهدافه وما يسعى إلى تحقيقه وربما يشكل هذا صدمة بالنسبة لك معزوفة كبيرة تحرير جميل إيقاظ رعبقرية وكأنك أخيرا هتبدأ تستمع إلى أصوات عقلك وهتتجاهل المشاعر وأصوات القلب أو الاندفاع ورأي قارات العاطفية وهتفكر في كل الأمر من أمور حياتك بعقلك دون أن تدخل العاطفة في مشاكلك نبص على تنجان برج الجوزان في صعبان في حياتك هذا الصعبان شديد الحقد عليك وشديد الحسد بيحاول أن هو يقترب منك في الوقت اللي بيكون فيه خلافات بينك وبين شريك حياتك طبعا نقول لك قراءة الرجال والنساء فهو حد بيقترب منكم في وقت الخلافات بينكم وبين شريك حياتكم وبيسعى إلى تشويه صورتكم أو أزيادكم أزى شديد لمجرد حسد أو حط وغالبا الصعبان ده بيقترب من الرجل يعني يئما رجل الجوزاء يئما شريك حياة امرأة الجوزاء في صعبان بيسعى لتدمير رجل في العلاقة الخاصة بكم حتى يمكن موالي برج الجوزاء يكونوا ملاحظين هذا الأمر ومستغربينه أو ملاحظين الشر اللي بيحدث دوت ومستغربينه ولكن الكثير من الأشخاص اللي حولكم بيحسدوكم وبيحقدوا عليكم وبيسعى لإزائكم هيكون هناك فترة من نهاية الخلافات هتحدث في المستقبل وطرق ستنفتح أمامكم تحمل لكم أخبارا سعيدة وعروض مميزة أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجوزاء ما تنساش تشتري في القناة وتفعل الجرس لكل الإشعارات عشان يوصلك التوقعات الشهرية والإسبوعية لبرجك والحجز القراءة خاصة لكم واتس قدامكم مع الشاشة في قناة دي أنا عملتها اسمها قناة طروت الأب الروحي رينك تحها في صندوق الوصف أكون سعيد جدا لو انضميته لهذه القناة شكرا لكم السلام عليكم